اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم المجازة البرنامج اللي بيعلم ناس كتير او مننا كيفية الكراءة السليمة والقواعد الاملائية وبعض احكام التجويد هيكون معنا النهاردة اربع فكرات احلى من بعض كالعادة يعني تقريبا يعني ده رأيي واتمنى يكون رأيكم عانا الفكرة الاولى هنتعرف فيه على بعض احكام التجويد وبعض القواعد الاملائية اما الفكرة التانية بقى دي اللي هناخد فيها معلومة حلوة جدا عن الصورة اللي هتكون معنا نهاردة وهي صورة الفلق الفكرة التالتة هنروح لتصحيح وتلاوة الشيخ حسن معنا للصورة اما الفكرة الرابعة بقى هنسمع فيها احلى اداء للمتسابقين اللي هيكونوا موجودين معنا النهاردة اه نروح معاكم الفكرة الاولى اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم ونواحب بجميع الضيوف اللي جم معنا الاطفال الصغار وان شاء الله الفكرة الاولى النهاردة هنتكلم فيها عن اصوات الحروف وهي ساكنة صوت الحرف هو ساكن وهنتكلم برضو على الزمن خروج الحرف الساكن وهنتكلم على حكم جديد من احكام التجويد اللي هو حكم القلقلة تعني اشرح دلوقتي كل حاجة قلناها لما تظهر اللوحة الاولى ان شاء الله رب العالمين على الشاشة تاني اعني اتكلم عن السكون الحرف الساكن ازاي او مكنوش معنا هما المنوفيت او مكنوش معنا هما خدوا انتو خدتوا او فرقتوا على الحروف المتحركة قلنا الفرق بين الحرف المتحرك والحرف الساكن الحروف المتحركة لما بتتحرك بالفتحة والصوت بتاع الميلي ايه شوية احنا قبل ما ندخل في الموضوع نتعرف لهم اوه يعرفون على نفسهم طيب ولا ناخد فاصل الاول وبعدين نرجع للاطفال طيب خلونا ناخد فاصل الاول وبعدين نرجع نتعرف على الاطفال الميلي دولة اهلا بيكم مرة تانية وتعالوا بقى نتعرف على الاطفال الموجودين معنا ناردة يلا معيك المايك رأى سامح رأى سامح ليه صوتك شوية بس لمار محمد يونس لمار محمد يونس حسن محمد حسن تمام علي صوتك شوية محمد نادر محمد نادر يوسف عبد الرحمان عبد الرحمان محمد ودي شرفتونا كلكم عايزين إبداع بقى النهار ده قبل الفاصلكم ده منتكلم احنا النهار ده هنقدم ايه قلنا الحلقات اللي فاتت كنا بنتعرف على أصوات الحروف بالحركات التلاتة صوت الفتحة قلنا ده بيميل لكني بنطق همزة مفتوحة بفتح بق شوية وصوت الكسرة قلنا بنلزل بالفك التحت شوية وصوت الضمة اللي أنا أضم شفيف شوية أقول قو النهار ده هنتعرف على حاجة جديدة بتعلمنا إزاي ننطق القرآن ونلفظ كلماته لفظ سليم وصحيح النهار ده نتعرف على إزاي أنطق السكون وزمن الحرف الساكن ايه هل كل الحروف الساكنة زمنها متساوي ولا مش متساوي هنعرفه برضو في الحلقة دي ونتعرف ونأكد على حكم القلقلة حكم القلقلة نستنيني اللي حتظهر بإذن الله ونتكلم عن الحاجات اللي احنا تكلمنا عليها دي الوقت الحرف الساكن وزمنه وحروف القلقلة وهنتكلم إزاي أنطق كل حرف طب أنا قبل هتكلم شيخ ما عليش عايز سألك على حاجة أنا كنت شفت حاجة على الفيس كده من كام يوم أطفال بيغنوها بيغنوا حروف القلقلة اه احنا عاملين كل حاجة من الحاجات اللي قلنا دي أغاني بس طبعا دلوقتي بأدائق شوية بس ممكن نولي أغنية ممكن نولي الأغنية النهار ده بتاعة حروف القلقلة أعود بس الأول أعرف المشاهدين إيه الفرق بين الحرف الساكن والحرف المتحرك الحرف الساكن قلنا دوت بيبقى محتوط أو بنشير ليه بحركات فوق الحرف لإما حركة الفتحة هو مش موجودة دلوقتي بس احنا بنتكلم على الحرف بنشير للحرف المتحرك لإما بشرطة قصيرة موجودة فوق الحرف شرطة مائلة شوية لإما حركة الكسرة من تحت الحرف شرطة مائلة لإما حركة الضم شرطة آسف شبيهة الواو وصغيرة طيب الأزمنة بتاعة الحركات التلاتة متساوية أزمنة متساوية النهار ده بقى عن انطق الحروف الساكنة بطريقة جديدة علشان الناس كتير لما تيجي بتعلم الحروف الساكنة بتعلمها بالطريقة اللي هقولها دي الوقت وبعد كده احنا هناخدها بطريقة تانية لما ييجي حد بيعلم طفل صغير او بيعلم واحد مبتدئ ازاي يقول الحروف الساكنة بيقوله اول قاعدة ودي صحيحة ان الحرف الساكن عمره ما يتقل وحده الحرف الساكن ما ينفعش يتقل وحده ليه علشان احنا قولنا حرف ساكن يعني منيه الثبات ثابت ما بيتحركش خالص طيب لازم حاجة ممتازة لامار لازم حاجة تيجي تساعده طب ايه الحاجة اللي هتيجي تساعده قالك لازم يبقى مسبوء بحركة حرف عليه حركة لاما حركة الفتح لاما حركة الضم لاما حركة الكسرة طيب في بعض الكلمات لما بنيجي نشوفها بنقل حرف الساكن في اول الكلمة طيب احنا العرب او اللغة العربية ما ينفعش خالص نبدأ بحرف ساكن في اول الكلمة طيب عملوا ايه عشان ننتقل حرف الساكن حطه قابليه حاجة اسمها همزة وصل وعملوا ليه قواعد اللي تكلمنا فيها المرة اللي فاتت قلنا همزة الوصل اللي هي الف وفي اي صات صغيرة دي دوسمة همزة وصل دايما همزة الوصل دي بقى حطنا قبل حرف ساكن طيب احنا دوبعلي هننطق الحروف الساكنة زيها ولهلكوا بالطريقة المعروفة عندي كل الناس ايه احنا ناخد الفتحة ان هنا اقدر عد علي بيها وهنطق بيها الحرف الساكن الفتحة مع الالف هنستخدمها في كل الحروف اللي هنقل يبقى حرف ساكن مسبوء بالفتح القالة مثلا أأأأ من الثبات الباق مسبوء بفتح أب هقولهم بسرعة وبالطريقة المعتادة لكل الناس نقولهم بقى بسرعة ركز بقى معنا عشان هقولك بعد كده ايه المهم في الحرف الساكن النهاردة اللي لازم نعرف هننطق الحروف الساكنة كالقاتي لازم المسبوء بحركة اخترنا احنا حركة الفتح لسهولتها أب أت أس أد أد أح أخ أذ بقولي الحروب بطريقة مش مرتبة أض أس أش وهكذا بثبت الحرف الفرق بين الحرف المتحرك والحرف السابت إن الحرف المتحرك ليه زمن موحد يعني لو قلت مثلا كلمة ايه كا تا با ثلاث حركات متساوية أو كو تي با حركات متساوية النهاردة بقى هنعرف إن الحروف الساكنة مش ملهاش زمن ثابت كل مجموعة لها زمن محدد نتعرف عليه في سرعة جدا 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 هم قسموا الحروف من ناحية الشدة والرخاوة اللي هي السهولة في النطق لتلات أجزاء قال لك في حروف شديدة دي بياه متعندها الزمن في حروف شديدة هنا همسك العصير بتاحت عشان نشوهر عليها بصوا هنا في حروف اسمها حروف شديدة الحروف دي جدا 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 تبصوا قبلها قبلها كنا بنقول ايه ياشا صحينا ياشا حروف متحركة لما وصلنا للحرف الساكن ثبتناه وما خلناهوش خب بالك في الحروف الساكنة اوعى ان انت تتحرك التحت او تفتح بقي او اضم شفايفي خلاص موضع السكون ياشا او اكدنا ما بحركش اجزاء وش خالص في حروف بقى جديدة ملهاش زمن جمعوهم في اجد في حروف تانية رخوة وفيها سهولة شوية وزمن اكتر من حروف الشديدة باقية الحروف باقية الحروف كلها يعني هم اختاروا الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء ماشي تعالي كده شوية كده الهمزة هيت والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء دي حروف شديدة يعني ملاهات الزمن هيثبت عندها الزمن وفي حروف رخوة شوية والزمن هيجري شوية وصوتي هيجري شوية خدنا بقية الحروف كلها طيب قل لي في المقص دوت قالك فيه بين البنين فيه كم حرف دولة لين عمر خمس حروف الخمس حروف دولة فيه حرف العين هنا اه فيه حرف العين هنا مش بين شوية بس لين عمر اكتبهم بقى يلا اللي معه قلم نكتب الحاجات دي يبقى فيه حروف شديدة ويبقيت الحروف كلها رخوة يعني سهلة وهندي فيها زمن وهنشوف دلوقتي بالامثلة هنعمل ايه وفي حروف بينهم الحروف دي بين الشدة وبين الرخاوة هنا دلوقتي احنا دلوقتي هنتكلم دلوقتي عن الحروف الشديدة الحروف الشديدة احنا قلنا اجد قاتم بكت دي حروف شديدة طيب هنقول كل حرف منهم بنعمله ازاي لما يجي ساكن احنا قلنا الهمزة اهي همزة جات ساكنة لا البهقة دي بقى مفتوح احنا عاوزين همزة ساكنة خلاص كده طب الجيم شوف يعني ايه حرف جديد يعني فيه انحباس للصوت فيه انحباس للايه شوف بقى ازاي طب الجيم هنعملها ازاي لا حط قبلها حركة طب الدال طب القاف ماشي بس رفك اه طب الط اط 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 نو ساكن ساكن يعني ثبت الحرف بعد كده دي اللي هنتكلم عليها دلوقتي ممتازة يا مور بس احنا دلوقتي بنتكلم عن الحروف طيب هسألك بس في حاجة بس كمان شوية هسألك في كل اللي انت قلته ده انا عاوز دلوقتي اعرفك ان الحروف دي بنحبس صوتنا عندها بنحبس صوتنا ايه عندها طيب اه خلاص قلنا القاف والطاق اط طب الباء اه طيب اه ممتازين والكاف اك طب والتاق اك ممتازين ممتازين طب بصوا هنا بقى لما نيجي نقول اللام شوية نقول اللام يستاكن نقول ايه الشفتوا اه في زمن ازياد شوية ولا لأ في زمن شوية طب النون في زمن زيادة شوية طب العين العين ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا في زمن زي ما قولنا زمن شوية هنتزود فيه الفرق اللي بندوت وبندوت اللي ده في هنا الحروف الحروف بتتحبس فيها الصوت خالص هنا الصوت بيجري قليل جدا 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 طيب في بقى حروف تانية أسمها حروف رخوة اللي قولنا هي بقية الحروف كلها اللي زي ما قولنا مسلا ناخد مسلا الف PA F يا دي بقى اللي بيبقى فيها اللغنى دي مفقاش الغنى دي ايه صفات الصفات دي احنا بندرسها ليه بنعلمها للطفل من صغر وليه. لما علمه الصفات دي هيبتدي يطلع معايا المخرج السريع. خلال. يعرف امتى هنا الصوت ينحبس. ويعرف امتى الصوت يبقى فيه بين الشدة والرخاوة شوية. ويعرف هنا امتى الصوت بقى سهل وليم معايا وممكن نجري به زمن شوية. زي كلمة مثلا زي ما قلنا الفق مش موجودة. طب انا اعرف ازاي ندره اخو. مش هلاقيه في الشديد هنا. مش هلاقيه في الحروف الشدة. اه. ولا هلاقيه في الحروف البينية اللي هي بين الشدة والرخاوة. قلنا هي تناخد بقى اللي بين الشدة والرخاوة تاني. ناخد العين مسلا نعملها زي. اع. 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 جدعين. طب العميم. طب الرأ. اعرف. ممتازي. طب بقيت الحروف فيه مستخبية. لا احنا احنا بنحفظ دول. بنحفظ الحروف الشديدة. اجل قاتل بكت. وبنحفظ لين عمر. وبقيت الحروف كلها. حروف رخوة. هو انت لو حفزتوا دول اصلا خلاص بقى الحروف زي كده. بقيت الحروف. اه طيب ناخد مثال بقى يلا من اللي يعرف اقرأ اللي اللمه هي ساكنة. ام. يلا بننزل ايه ده. يلا قول يلا. ال. 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 جدعين طب النون تاني اخد مرة. ال. جدعين احنا كده سكننا. ماشي? هنقول بعد كده اللي يترتب على سكون بعض الحروف كمان شوية. ماشي? احنا خدنا المرة اللي فاتت. النون من حروف الغنة ممتاز. بس النون المشددة. النون يعني ايه? المشددة. اللي علاشة. طب العين? انا اعملها زي? اه. طب الميم? اه. طب الراق? اه. ممتازي. خلاص كده? طيب دلوقتي دلوقتي لو ماركا بتقول ان في حروف قلقلة اللي هنتكلم عليها النهاردة. وده اهم ده. ممتازي. مين كان يعرف حروف القلقلة? اه. طيب من اللي عارف الاغنية? كانت تستاذن? دا بتقول لي ممكن تعمله اغنيها. طيب. لا واحد بس ان عايز اسمع. ايه? 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 يا احنا اغنيها ليه يا حروف القلقلة? لا. خليك في الذاكرة? احنا خمسة وبس. القافة نعملها ازاي? اطر 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 اطر. ابا 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 اجا ابا. طيب ممتازي. طيب الناس بقى اللي بتتفرج علينا انتو شاطرين. اه يا ظهرت اللوح اللي ما استنينا الناس اللي بتتفرج علينا مش عارفة يعني ايه اصلا قلقلة يعني ايه قلقلة اصلا. يعني يعني ايه بين قلقلة لأ بصي بقى بص. القلقلة ديت القلقلة يعني ان احنا هنخرج الحروف الخامسة اللي قلنا عليهم القاف والطاق والباق والجيم والدال اللي جمعناهم في كلمتين قطب جد هنخرجهم في حالة السكون بالتباعد بين طرفي عضو النطر دون ان يصاحبه شائبة حركة من الحركات التلاتة. طب هنقولي الكلام ده هنشرحه للناس. حروف القلقلة خمسة. القاف والطاق والباق والجيم والدال. طب نستنى بقى لمرت شوية. ارجعي كده بدارك شوية عشان تنركز واللي وراك يشوف. الحروف دي مش هنقلقلها. مش هنقلقلها. والقلقلها معناها ان احنا هنهزها او نعمل لها اضطراب واحنا بننطقها. امتى هنعمل الحاجة دية? امتى هنعمل فيها القلقلة او الاهتزاز دا? امتى بقى? امتى مين الي يعرف? امتى هنعمل الاهتزاز في الحروف الخامسة? لسا يعيليه? اه? لما تكون الحروف ايه? لما تكون الحروف سكن يعني سكنة? يعني ما عليها سكون. عليها سكون. عليها فتحة ولا ضمى ولا كأسها. طيب هنا اللي مارك بتقول لما يكون عليها سكون هقول لها من الشرط يكون عليها سكون ممكن يبقى عليها فتحة وضمة وكسرة وإيه ده؟ طب هينفع نقلقلهم إنت لسه إيه اللي ما نقلقلهمش غير لما يكونوا سكنين لا بص بقى هينفع في حالة واحدة بس في حالة واحدة بس اللي هيقولها هنعتبره كسبان على طول اللي هيقول إيه هي الحالة اللي هنقلقى لفعل حروف الخامسة لما يكون عليها فتحة وضمة وكسرة ها مين اللي عايزة؟ لأ ايه الشادة؟ لأ ايه الشادة؟ لأ ده بقى اللي هيرجعنا ان احنا نعرف ان المشاهدين ان السكون نوعين. السكون كم نوع؟ نوعين. زي ما قالت لامار في الاول السكون خلاص احنا خلاص خلصنا اللوحة دية. اه اعرفنا ان احنا هنقلقل يعني هنهز الحروف. ممكن تستنيني؟ ماشي لا هقولك على حاجة يا خالي. الحروف دي خلاص احنا هنهززها وهنقلقلها ونعمل لها اضطراب لما تكون ساكنة. خلاص قال لك طيب لما نيجي امتى هنعمل لها؟ قلنا لما تكون ساكنة بس السكون نوعين. السكون كم نوع؟ نوعين. السكون الاصلي يعني الحرف نفسه معلوش ولا فتحة ولا كسرة ولا ضمن. دي معروفة طيب بيعلموه ازاي في المصحف؟ علامته ازاي في المصحف السكون ده؟ مين؟ حاق. راس حاق صغيرة ممتاز خلاص اكتب اسمه اشانا هنديله جايزة دي لوقتي. اسمه محمد نادر. محمد نادر. طيب يبقى محمد نادر قال لك ان السكون راس الحاق الصغيرة. قال لك برضو في نوع تان من السكون. دائرة ديت زي السكون وراس الحاق. طب ايه الفرق بين الدائرة وراس الحاق? احنا قلنا. الدائرة بسي جي 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 جي. ده انتو كلكم شاطي ممتازين. قال لك الدائرة. اه طب استديني طيب لما اسألك. قال لك السفر المستدير المدور في اللغة العربية في القراءة الاملائية ده برضو يعتبر سكون وده صحيح. بسها باتكلم على نوعين من الشكلين. لما اسألك على شكلين يبقى فعلا الشكل الاولين راس الحاق اللي هو بتاعليم المصحف والشكل التاني السفر المدور اللي هو بتاع الكلمات الاملائية. معروف ده وده سكون. في بقى نوع تاني. احنا لما اي في اللغة العربية بصفة عامة اي حرف بنقف عليه قاعدة ونكتبها اي حرف بنقف عليه هنسكنه. هنسكنه يعني مش هنشوف الفتحة ولا التسرة ولا الضمة. خلاص اتفقنا? هن يعتبروا انه هو حرف ساكن. وبناء عليه بقى. لما الحروف تسكن هنشوف بقى احنا هنعمل فيها ايه? ده اللي احنا عاوزينه ومن كل الدرس ده درس السكود. ان في بعض الحروف لما بتبقى في حالة السكود بنعمل فيها بعض الصفات الزيادة. خلاص اتفقنا كده? هنشوف احنا. هنا بيجيبلك اه بيعرفك قاعدة مهمة جدا. بيقولك خدي بالك. خدي بالك. ان الحروف المتحركة بالفتحة والضمة والكسرة بتحصل. القلية بتاعتها بتحصل ازاي? ان انا بابعد العضوين بتوع المخرج عن بعض. خدلك مثال زي الباق. انت لو الباق ديت وراها باق تانية. الباق مش جاية ساكنة. الباق هيبص الشفيتين هنا. لو جينا مسلا قلنا ايه? يكتب بالقلم. يكتب بالقلم. بصي بوقي بصي اه. التباعد بتاع الشفيتين اهو. بص كده العزائي المشاهدين. يكتب بالقلم. فتحتي بوقي وتحرك ولا لأ? اهو. اتحرك. اتحرك. صح كده? يبقى دوة قالك الحروف المتحركة بتحصل بالتباعد بين اعضاء الباق. نرجع تاني. احنا ده كنا منتكلم على الحروف. والله يفتعليكم. كنا منتكلم على الحروف ايه? اه ازاي هنيعمل المتحرك وازاي هنيعمل الحرف الساكنة. قلنا الحرف المتحرك هيحصل لما نبعد العضو اللي هيطلع او الاعضاء اللي هتطلع الصوت معنا. خلاص? قلنا خدنا مثال للحرف الباق. قلنا الباق. الباق لما تكون آه غير ساكنة. لما تكون مضغمة في حرف بعدها قلنا يكتب بالقلم. مضغمة. فيحنا دلوقتي حركنا وبعدنا بقى. سريعا جدا. ايه طيب الفرق بينها بقى طيب وبين بقيت الحروف الساكنة. الحروف الساكنة بتحصل قلنا بالاستضام الاستضام اعضاء المخرج. زي ايه مثلا زي ناخد مثال كده? آآ ناخد آآ آآ الثانية استضمت بالشفتين. خلاص? آآ آآ. شايفينه التصادم اللي بيحصل طيب مين جدي يعمل لي مثال التصادم تاني ناخد حرف مسلا الخاء يلا بس ما تعملش هو اكل قده ارجع اه من مخت اخ ممتازين خلاص كده طيب هنا بقى قالك اه هنا قالك طب خلاص انت عارفت ان كل حاجة انا ببتدي بس القصة من اولها ليه انت عارفت ان تباعد الاعضاء المخرج دي بتطلع الحرف بتطلع الحرف المتحرك هو كويس ان فيها اعادة عشان اني مش هياخد باله اه احنا عدنا الجزء لتاني نشوف معينك دي بيه اه طيب ايه الفرق بقى بينه احنا ايه الفرق بينه وبين حروف القلقلة حروف القلقلة هتحصل وهيحدث فيها الصوت اللي احنا قلنا على الاهتزاز هيحصل لما اه نبعد المخرج عن بعض ناخد ازاي مثال فرق بين الاستضام وبين التباعد ماشي احنا الاستضام قلنا خلاص اع ات ات وهكذا طيب هنا لما نيجي الالية بتاعت آآ لفظ الحروف القلقلة الخامسة ازاي ان انا بص البقى كده ناخد مثلا مثال السهل جدا الباع اب 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 ايه اللي هيجي يقول ابي او يجي يقول ايه لقادي لقادي او يقول ايه 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 يبقى كده مالت احنا قلنا القلقلة لازم انتحصل وما تشمش اه ما تشمش ريحة ولا فتحة ولا ضمة ولا كسر. في اللوحة الجاية هنقول الكلام دا كله. يعني كنا مش موجودة. لأ موجودة بس احنا قلنا ايه? ان احنا هنبعد المخرج ايه? المخرج هنبعد العدوين اللي هنعمل بهم المخرج. ما نعودش اه ما نعودش ان احنا نميل الفك الاسفل او نطلع نفتح البق فيها ما ينفعش الكل دا كله خلص. خلاص كده خلاص. يبقى القلقلة هتحصل بتباعد الشفتين في الباق مثلا. شايفين من ايه الثبات? من الايه? الثبات. عشان احنا اتفقنا ان الحروف الساكنة حروف ثابت. خلاص كده الجزء دوت. طيب اه فيه اخطاء بتحصل عند الناس احنا او هي بتقرأ القلقلة. هنا جي شرح لي هنا برضو هنا بيقول لي بيقول لي خليك فاكرة هي ان السكون نوعين? السكون الاصلي. ودوت اللي بيثبت فيه بيثبت في الوقف والوصل. يعني احنا قلنا الحرف الساكن بيثبت في الوقف والوصل. في كل الاحوال بتاعته هو ساكن. وقلنا في المصحف عليه رأس الحق وهنا السفر المستدير دوت في آآ كلمات الاملعية. وقال لك السكون العارض بقى بيكلمنا عنه يكون الحرف متحرك بالفتحة او بالضمة او الكسرة. لكن ان احنا لما نيجي نقف عليه. لما نيجي نقف عليه في اخر الكلمة بنسكنه يعني بقولش ولا فتحة ولا ضمة ولا كسرة وده اللي هنعرفه ان شاء الله وإحنا جايين نصحح تلاوية سورة الفلق الله تتفقنا طيب هنا جاب لك تهيط برضو بيعرفت عليها هنا جاب لك بعض الأمثلة بيقول لك آه هنا لما بيأكد عليك بيقول لك اوعى الحرف الساكن اللي هو اللي هتقلقله اوعى يبقى فيه اي شائبة نبص هنا نبص هنا حسن اوعى نبص يا حسن هنا اوعى يبقى فيه اي شائبة يعني اوعى الحرف الساكن يشم ريحة الفتحة او الضمة او القصر هنا بعض الأخطاء الناس بتيجي تقول لك ايك 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 اه ايك لا هي المفروض نثبت قلنا القلية بتاعتها ان انا هاجم من الحركة الاولى ايه حمزة مكسورة اه طيب ازاي هننطق الحروف ازاي هننطق الحروف الساكنة اللي هنقلقلها بص كده القلية بتاعتها هنا ايه هنا القصرة ايه صحي كده ايك را هثبت عند الحرف اللي هنقلقل اك اك را. لأ واحدة واحدة. اك اك را. طب هنعمل ايه? هنباعد العضوين اللي انطلع بيهم المخرج. اك اك اك. وبعد كده انتقل للحركة اللي بعد كده. اك را. محدش قول اك را. ومحدش يقول لي مطق 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 ما ينفعش. مطق. لا اثبت. لا. كده غلط. كده غلط. بص كده. مين مفتوح يبقى ماء. اثبت. طب تسمعيني? نسمع بعض. مين مفتوح يبقى ماء. الطق. الطق دي ساكنة. هنقلقالها ازاي? مطق. جدعين. يبقى ايه واحد يقول لي مطق مطق. مطق كده يبقى انا فتح تبقى في الطق يبقى ده غلط. مش عاوزينها تشم ريحة ولا فاتحة ولا ضم ولا كسرة. طب هنعملها ازاي? ان انا بنطقل من الحركة الاولى للثبات. للثبات. قعد كده شوية كده تعالي كده شوية. هنثبت. يبقى اهي هنا يجا. يجا. عال. ما حدش يقول يجا. اللي يقول يجا يبقى انتقل لحركة يبقى كده خاطئة. خلاص? يبقى الحروف الساكنة اللي هنقلقالها خمسة. هنسأل بقى ابو الراحة. الحروف الساكنة اللي هنقلقالها قولها لي كده بصورة عشان خلاص نصح الصورة الجديدة. ايه? الحروف الساكنة اللي هنقلقالها. طيب قول يا حسن الحروف الساكنة. ايه? ايه هي هي الحروف? قولي الخمس حروف. القاق والطاق والباق والزيك والدال. ممتازين. مجموعين في ايه يا محمد? آآ ممتازين. خلاص كده عرفناها. طيب نخش بقى في الفقرة الثانية عشان ما نطولش على الناس. وممكن نعيد ان شاء الله رب العالمين صرح درس القلقلة تاني. هنا جابلك بعض الاخطاء بس اللي هي بيقولك مسلا هنا ايه? الدال هنا. طبعا الدال. لا قادي. هنا كلنا عملنا غلط. احنا قلنا. من الثبات. من الثبات. لقد. لقد. شفتي انا بعيد. مفيش دي خالص. اه. حرف ساكن يبقى انقلقله. لقد. كان. هنا. طبع. 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 اه في كتير يقولك ابراهيم. الخطأ. ابراهيم. ده شطرين جدا جدا. هو هكذا. طيب عشان ما نطولش النهاردة وما نضيحش الحلقة في صارح الدار. ندخلش الفقرة تانية. فقرة المعلومة. ان شاء الله نعيد درس السكون كله في الحلقة القادمة ان شاء الله رب العالمين. خلش بقى الفقرة افتانية. طيب. نيجي بقى الفقرة تانية اللي فيها معلومة حلوة جدا. بصوا بقى. اولا صورة الفلق معنا هي رقمها مية وطلاتاشر. ترتيبها يعني كده في المصحة. في الجزء السلسون. هي خمس ايات. كلنا بتفقي ان هي خمس ايات. تمام? طيب. ليه تسمت صورة الفلق? لانها بتبدأ. بكل اعوذي برب. برافو عليك يا لامار. والقصد منها ايه? القصد منها الاستعازة بالله من الليل اذا اظلم ومن الفساد اذا انتشر ومن الحاسدين والساحرين. تمام? وكان الرسول يطلق عليها على افضل الصلاة والسلام. المشكشقتين. يعني اللتان يتبرأن من النفوق. اللي هم مين? صورة الفلق وصورة الناس. صح كده حسن? طيب سبب نزولها ايه بقى? نفس القصة اللي انتو طبعا مكتوش موجودين معانا فيها المرة اللي فاتت. قصة لبيد ابن الاعصم اللي صحر للرسول على افضل الصلاة والسلام. وساعتها نزلت عليه المعوذة تاني. صورة الفلق وصورة الناس. ليه بقى نزلت عليه? عشان يستعيز بالله من شر الحاسدين. وهي صورة مكية. نزلت في مكة المكرمة. برافو عليك يا لامار. قبل الهجرة للحبشة. عايز تضيف حاجة للمعلومة? لا عشان الوقت بس احنا نخش على طول نصحح بقى تلاوت صورة الفلق. خلاص انتو عرفتوا نسألكم في الاسئلة دي كلها. عرفنا سبب النزول بتاع صورة الفلق بايه? استعيز من السحر. هي لا ده فضلا ان هي بتحمينا من السحر والسحر والاشرار. قولنا ان السحر ده حاجة وحشة جدا جدا جدا. طيب انت طيب نركز وهنسأل دلوقتي. ايو عشان هنسأل فيها فتا رجبا تركز معايا. ما ينفعش. شوف بقى الحركة الكتير ده تيجيب اجابات في الاخر ولا تيجيب ايه? الجايزة اللي احنا جايبينها لك. شكلو كده كلوك هتخسرها. ولا مركزين? طيب صورة الفلق كم ايا? خمسة. خمسة صح احنا احنا اخدنا دلوقتي ان في خمس حروب من قلقلهم. صورة الفلق مليانة قلقلة. مليانة ايه? طب في حد يعرف يقول لي يعني اه يعني ايه قلقلة? نسمع محمد يلا يا محمد. ايوان. لأ السكون هو ان احنا بننطق الحرف من الثبات. خلاص? خلاص لازم ان يكون مسبوك بحرك. لازم ان يكون مسبوك بايه? طيب انا كلمة القلقلة يعني ايه قلقلة? القلقلة يعني ايه? رؤى يعني قلنا يعني احنا نعمل للحروف دي اهتزاز. هنعمل الحروف دي ايه? واحنا بنعمل اهتزاز ما احنا السكون هنسكنه. لكن القلقلة يعني يعني نعمل لها اهتزاز. طيب ما عرفتوش بقى يبقى نسمع وانت اللي مش عارف يعرف. النهاردة ان شاء الله رب العالمين هنصح احتلاوة صورة الفلك. وقلنا الصورة مكية زي ما وسادة نادة قالت. ونزلت في مكة المكرمة. وهي خمس آيات. آه خلاص اتفقنا. دايما هنبدأ بالاستعاذة ونركز. لأ مش من غير استعجال. احنا مش احنا خدنا من شوية زمن. الزمن اللي احنا هنطلع به كل حرف. فلازم نبقى براحة جدا. ونشوف الحرف دوت هو حرف جديد هنحبس فيه الصوت. ولا حرف رخوة هنطلع هنجلري فيه صوت سنة صغيرة. خلاص? ولا بين البنين. ولا بين البنين. من اللي عارف حروب بين البنين? ها. اللي انت قلتلي عليه ايه انا مش قلتلي مش باينة لين عمر بين البنين. خلاص? اه لنا. اه طيب احنا نبقى احنا هنأكد دلوقتي الزمن وهنأكد على حروف القلقلة. ممكن لو ينفع الصورة تطلع في كده الاية دي تطلع فوق شوية السطر دي يطلع فوق شوية. يبقى افضل عشان نقرأ هو تقريبا يعني الناس اكيد حفظينها وعارفين الاية اللي جاية تحت ايه اعطيل عطاية باسم الله ما شاء الله جميل كده. تمام كده. اه بتطلع لوحدها طيب اول حاجة اقول لي الاستعادة يلا نركز واللي مش هيركز مش هنديله جايزة خالص. يبقى الاستعادة اللي واجبة عندي كل بداية صورة ماشي? اعوذ وانا قولش اه نقول اه اعوذ وطلع طرف اللسان في حرف الذات. اه يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تانيت من الاخطاء اللي قبل كده ان واحد يقول لك اه اه زي ما قولنا اه من الشاء قولنا ما فيش من الشاء في من الشاء. خلاص كده اتفاق. اه جميلة اللوحة بقت جميلة جدا بص كده معي. اه بس هنا هنجره هو. بس بس بس. هنتكلم ليه برضو الحرف في الساكن جرنا في النفس شوية. هنا السكونة هو بس هنقول ليه السم احنا دلوقتي هنركز في القلقلة بس. ماشي? بس يجال للنفس. بسم الله الرحمن الرحيم. ممتزي. ممكن ما تقرأش غير بعدية وما حدش يقلق خالص عشان الوقت. هنا اولة هي عليها ضمة يبقى هنفخمها بس. خدنا طبعا في الحلقة السابقة الحروف المفخمة. خصة ضغط انقض. يلا اقول معي لمسكنا هي. كل. 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 اعوذوه. اعوذوه. طلع طرف اللسان. اعوذوه. اعوذوه. حرف لا سود. برب الفلق. برب الفلق. ايه ده الجزء اللي مهم بقى معنا. القاف الساكنة قلقلناها. طب يجي هنا حد يسألني. طب القاف ديت. القاف ديت. تحتها حركة هيت. تحتها حركة. طب ليه احنا قلقلنا? ليه قلقلنا? عشان هي من حروف قلقلة. طيب احنا مش احنا اتفقنا ان الحروف القلقلة لازم ان تكون ساكنة. اه. نفكر بقى بعض تاني. احنا احنا قلنا ان سكون نوعين. سكون اصلي عليه سكون زي كده. الحق. ان راس الحق ديت. وفي سكون. لا ده الدولية ده شكلي بقى احنا اتفقنا. النوع التاني ان احنا لما نقف على اي حرف في اخر الكلمة. لأ دي اوحد. لما نقف على الحرف الاخير. بنسكنه بنسكنه يعني بنثبته. ما بنشوفش الحركة بتاعته. ما بنقولش الحركة بتاعته. يعني عشان كده قلنا برب الفلقة. طب القلقلة دي هتحصل ازاي? قلنا مش هنحرك المخرج. احنا هنخلي العضوين هما اللي يبعدوا عن بعض. برب الفلقة. برب الفلقة. ممتازين. ميه. متاسرة ميه. وهنخفي النون. هنقول ليه? في الحلقات القادمة. من شا. ما تقولش من شا. شين فتحة? ممتازين. من شر ما خلاقة. من شر ما خلاقة. اللام من الحروف الغفيعة مش من الحروف التخينة. فلازم نقول لا خلا. خلاقة. خلاقة. وبرضو قلقلنا القاف من حروف القلقلة الخامسة اللي هي قد بجد. نكتب كده. اه. طب ممكن نبدي فرصة عشان المشاهدين يسمعوا كويس. عشان فينا بيتخرجوا علينا لازم ان يقول انتو شاطرين وعارفين. هم احنا بنعرفهم. القاف من الحروف الخامسة اللي هنهزهم لما يكونوا سكنين سواء. وقفنا عليهم. او لما يكون عليهم السكون. هيقولنا ايه? من شا. من شر. طبعا الشاد ده دي نبقى ندوس على الرأى شوية نضغطها. من شر. ما خلاقة. الالف دوة مد حركة خلاقة. والفرق بينه وبين الحركة الواحدة ان انا بزوز حركة زيادة. ما? خلاص كده? الشاد دي تاخد حركة والسكون. الشاد لا ده انت بتحلل بقى مقادع نقول لك بعدين. طيب. ومين شري? ومين شري? ها. طب بص انا قلت غا ما قلتش غاة ايه? الغاين من الحروف السبعة اللي اتفقنا عليهم التخان. اوه كويس وركز. ايه خصة. احنا معانا اتنشر دية فعايزين ايه نهده كده? ايوة اتنشر دية. طيب احنا نخلص بقى خلاص. ومين شر غاسقين اذا وقب. شفت هنا قلت مرة عملي ده قلت وقب. لا احنا قلنا. هنثبت المخرج. هنثبت المخرج. ونبعد بس. وقب. وقب. ممتزين. ومن شر نفافاتي. ومن شر نفافاتي. ننغنى ونطلع لسانك. في العقد. في العقد. برضو الدال من حروف القلقلة. وقلنا مش هنعمل هزهزة مش هنعمل حركة فوق او تحت. قلنا هنهز الحرف واحنا ثبتين. العقد. العقد. ومن شر. ومن شر. حاسدين. حاسدين. طلع لسانك. اذا حسد. اذا حسد. ممتزين. هنخش بقى الدال برضو من حروف قد بجد اللي هنقلقل. طيب اي حاجة استعجلنا فيها في الحلقة دي. ان شاء الله هنعيدها في الحلقة القادمة. بس دلوقتي نركز في الفقرة بقى المهمة. فقرة الجوايس فعايزين هدوء بقى عشان ايه نعرف نسأل. نبدأ بمين? نبدأ بمين? نبدأ من اللي مين? طيب خلاص. رؤى. اللي مستمع الله صوت خاص. اه رؤى. والسانة ده بقى يلا تسأل. تعالي تيجي هنا يا رؤى. تعالي هنا يا رؤى. تعالي عادي بقى عشان تباني يجي توقف جنبنا. طيب تبقى هنا كده. طيب بقى هنا كده. تمامي. يلا. هتقرأي سوريت ايه. طب يلا بسم الله يلا. بسم الله الرحمن الرحيم والضحي والليل إذا سجل ما ودعك ربك وما قل. ولا الآخرة خير لك من الأولى. ولا سوف يعطيك ربك فطرد. ألم يجدك يتيما فآب. ووجدك ضاعلا فهدي. فأم. ووجدك عائلا فأغني. فأم اليتيما فلا تكهر. فأم السائل فلا تنهر. يا أم بنعمة ربك فحدث. ممتازة وطلعت لسانها فحدث. كده انا هديك أخضر ممتازة يا رؤى. وانا كمان اديها أخضر. ايه كده كل زمائلك شايفينك دلوقتي انت واخضر. انا همسكر معي. احنا هقول بس للناس اللي ما حضرتش الحلقات الاولى. آه. ان الأخضر يعني ممتاز وجيد. واصفر متوسط. واصفر متوسط بس هو برضو شاطخ. يلا يا لامار. تعالي يا لامار بسرعة عشان الوقت كده. يلا بسرعة يا لامار. انت محضرة النهاردة. طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل اذا يغشى. والنهار اذا يتجلى. وما خلق الزكرة والانسى. انا سعيكم لشتى. فاما من اعطى واتقى. اعطى واتقى. وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. واما من بخل واستغنى. وكذب بالحسنى. فسنيسره للعصرى. وما يغني عنه مالوه اذا تعدى. ان علينا للهدى. وان لنا للاخرة والاولى. من كده شكرا شكرا كفاة كده ممكن كفاة كده. معلش. ممتازة جدا. بس انت هتغذي اخدر حلي. اخدر. يلا اعود انت مكاني. ممتازة جدا جدا. لمر لازم تقدر. يعني الله اكبر عليها. اه ما شاء الله. ايا مجهز ايا حسن. ايا ومركزة جدا جدا. مجهز ايه? ما شاء الله. اتوقع. الدحى 11 آية هي وراك يا واشي خلاص. انت مش هتقولها كلها حتى يا انت هتقولها. لا يا كويسة ومش كبيرة او يا اللي ممكن يخلصها. او. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولنا نقول من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. والدحى. والليل اذا سجى. ما ودعك ربك وما قرى. ولا الاخرة خير لك من الاولى. ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فلم يجدك يتيما فآوى. فوجدك ضالا فهدى. فوجدك عائلا فاغنى. فأما اليتيما فلا تكر. وأما السائل فلا تطلر. وأما بنعمة ربك فحدس. ممتاز ما شاء الله لازم انديك اخبر. اخضر جميلة. يلا يا محمد بسرعة يا محمد. بسرعة يا محمد. بسرعة. يلا مجهز ايه محمد. اه وانا برضو ديت حسن اخضر. محضر ايه حسن. محضر ايه حسن. محضر ايه. محمد. قوة الشمس محمد او محمد. يلا اعوذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر اذا تناها. والنهار اذا جلاها. والليل اذا يغشا. والسماء وما بناها. والارض وما طحاها. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد افلح من زكا. وقد قاب من دساها. كذبت سمود بتغواها. اذا انبعث اشقاها. فقال لهم رسول الله ناكت الله وسقياها. فكذبوه فاكروها. فدمدم عليهم ربه بزعب فسواها. ولا يخاف وقباها. الله يا جزيخي ممتاز. محمد نادر اخضر. محمد اخضر. لو في واحدة تانية اخضر معاكم تديت هناك الصراحة. اه ممتازين. بس اعطوكم على التجويد ده الحلقة القادمة ماشي? ها. جاهز سورة اسمك. ان شاء الله يعني. يلا سورة البلد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اكسم بهذا البلد. وانت حلم بهذا البلد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الانسان في كبد. يا قادرة. يا قادرة. يقدر علي احد. يقول اهلكتم. ما للبدا. ايحسب ان لم يره احد. لم نجعل له عينين. ولسانا وشفتين. ولسانا وشفتين. وهديناهن جدين. نجيب الغنى ونقال. انا جدين. وديناهن جدين. فلا اقتحم العقبة. وما ادراك ما العقبة. فك ركبة. او اتعام في يوم زي مضغبة. كتيما زي مقربة. او مسكينا زي مطربة. ثم كان. ثم كان من الذين امنوا. وتواسوا بالسوء. وتواسوا بالمرأمة. اولئك اصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا. هم اصحاب المشأمة. عليهم نار مقصدة. مجازة. انا هتزدلك عشان لاستمعني واعدتين. انا هتديله اصفر. ماشي. انا هتديله اخضر عشان هو ان شاء الله رب العمين هيبقى. يعني هو هو شاطر. مش انت شاطر يا يوسف. طبعا نديل. بس لما دي. ما حدش قول ايه. طبعا عبتلك شوية كتار. او انت كنت نايس. عليهم نارو مقصدة. معك سورة ايه بقى. معك سورة ايه. ايوان فرق. بين اتصاد والدقى. سورة البلد? خلاص ايوسف. يوسف. 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 لا تدينه مايك يا شيخ حسر. مقصدة. يلا تفضل. حلط. عشان دي ديال مش داد. يلا. نركز مع عبدالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بهذا البلد. وانتحلهم بهذا البلد. ووالده وما ولد. لقد خلقنا الانسان في كبت. حيحسب أن لي يقدر عليه أحد يقول أهلك تمالاً لبدا حيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عيني ولساناً وشبتي وهديناهم نجدعي فلقطح ملعقبة وما أدراك ملعقبة الله يفتعيك شكراً بس عشان نلحق نوزع الجوائز جزاك الله خير طوى متاز تمام انت بجد يعني شوطر ودي الكف الأخضر أو المضرب الأخضر بتاعك لا لا هي الأستاذ النادة بقى اللي هتقول طيب عشان نوزع الجوائز في وقت نوزع الجوائز في وقته يلا تقومي معنا يا لمر لمر الجايزة الأولى ماشا الله وبعدها محمد نادر يلا مار الجايزة الأولى الله جميلة مرها كده للمشاهدين وبعدين حسن محمد حسن وهنا ما شاء الله يا حسن محمد يلا ومين تاني معنا ومي عبد الرحمن تعال اللي ياخد ديته ماشي ممكن نتصور كلنا وبعدين رؤى دي بتاعت حسن طيب ومين تاني ورؤى ورؤى تفضل يا رؤى جميلة بصي كده يلا الله يشيليها جميلة يلا تعال يا يلا خد هديتك اوفوا بقى كده يلا جمب بعض اوف انت وانا هزبت كل حاجة يلا اوف انت ممتاز تعال يا اوف هنا كده تعال يا رؤى تعال يا رؤى رؤى خد هديتك بقين هديتك اهي بص بقى يلا كلنا اوفوا يلا هنا بقى كده في البيت بقى خليكوا كده بتتعلمت يا العباز انا عاية سلعبها طيب ممكن نوف كده مع بعض اه انا بشكركوا جدا بجد يعني كانت حلقة حلوة وانتو اقرأتوني استنى بقى اشان نخلص نفل الحلقة وبقى لكده نفاهموا ازاي بجد الله يبركلكو يعني اه فعلا نمازج مشرفة جدا واتمنى برضو ان كل اللي بيتفرجوا علينا اه يكون عندهم نفس النمازج دي بجد الله اكبر عليهم يعني انتظرونا ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامج المجاز مع ندا والشيخ حسن مع السلامة نلتقع على خير باذن الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته